لم تتخيل وهي جالسة في منزلها أن يحدث لها ذلك الموقف ثقب في صقف منزلها جعلها ترى السماء وجعل الثلوج تتساقط داخله فما الذي حدث لها؟ وما الذي سقط على منزل ذلك الرجل في إندونيسيا وهدم منزله لكن جعله مليونيراً؟ صدف لا تحدث إلا واحداً في المليون تلك المرأة حدث لها أمر لم تتخيله أبداً بينما كانت تجري مكالمة عمل بمنزلها في مدينة بانبري بمنطقة أوكسون في بريطانيا سمعت صوتاً غريباً للغاية واعتقدت أن شيئاً ما في المنزل سقط فوق بعضه البعض وعندما ذهبت للتحقق وجدت ما لم تتخيلها وجدت المرأة ثقباً في صقف المنزل ولكنه ليس ثقباً عادياً فهي تستطيع من خلاله رؤية السماء بوضوح لتشعر المرأة بصدمة كبيرة أوقفتها عن الكلام والحركة لبعض الوقت وحكت المرأة بالتفصيل كيف حدث هذا الثقب الغريب في بيتها فعندما صعدت إلى الطابق الأعلى ورأت الجليد في كل مكان لم تستوعب الأمر ولم تفهم كيف جاء هذا الجليد داخل المنزل وكيف حدث الثقب وبعد أن استوعبت الموقف اتصلت بأحد رجال الإطفاء الذي أخبرها أن السبب بالتأكيد هو سقوط الجليد من طائرة كانت في طريقها إلى مطار هيثرو وكان ما قاله رجل الإطفاء حقيقياً فقد سقط الجليد بسبب طائرة وهو الأمر غير المفهوم حتى الآن وتسببت كرة الثالج تلك في فتحة الصقف في المنزل ولكن تم عرض مبلغ 12 ألف جنيه استرليني عليها لإصلاح الصقف والذي سيغطيه تأمين الخاص بها أما هذا الرجل الإندونسي فيعمل في صناعة التوابيت لكنه في لحظة أصبح مليونيراً ذلك عندما سقط نيزك من الفضاء الخارجي وحط في منزله حيث كان الإندونسي يعمل أمام منزله في بلدة كولانغ شمال إندونيسيا عندما سقط نيزك فوق منزله وزنه كان أكثر من كيلو جرامين واخترق صقف منزل الرجل ليستقر داخل المنزل وسط ظهوله وسقط النيزك وكان لا يزال ساخناً فقد حاولت زوجته إبعاد الحجر من الحفرة التي أحدثها لكنها لم تستطع وأصبح الرجل مليونيراً في لحظات لأنه قد ثمن النيزك بأكثر من مليون وخمسمائة ألف يورو ووفقاً للخبراء فإن عمر النيزك حوالي أربعة مليارات وخمسمائة مليون سنة ويحتوي على عناصر نادرة للغاية وبالفعل باع الإندونسي الحجر بمبلغ يوازي دخله بما يعادل عمله في وظيفته لمدة ثلاثين عاماً ووجد رجلاً اشترى النيزك وهو خبير من ولاية أريزونا الأمريكية وقرر يوشوا الإندونسي بناء كنيسة هدية منها لقريته التي كانت سبباً في حظه السعيد حيث سقط عليه الحظ من السماء كما يقول